اتفاق بين رئيس وزراء العدو بنيمين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استغلال الاحتجاجات في العراق ولبنان وإيران الكلام ليس تحليلاً بل تصريح لناتنياهو قبيل لقائه وزير الخارجية الأمريكية مايك مومبيو الأربعاء حيث اعتبر الاحتجاجات فرصة كبيرة للضغط على طهران وبالتالي بات واضح بالنسبة للمراقبين اللبنانيين أن الإسرائيلي وحليفه الأمريكي يريدان استغلال أزمة اقتصادية تفجرت في بلدان خرجت عن الطوع الأمريكي في لبنان من أجل محاصرة المقاومة وفي العراق لقلب معادلة لم تعد توازناتها تصب في صالح الأمريكيين ما فينا نبني عليها تقول أن المظاهرات هي مؤامرة ولكن هنا بيقدروا يستغلوا ظرف معين لأحداث تغيير سياسي خصوصاً أن نص الطبقة السياسية اللبنانية هي مرتبطة بالأمريكي وفي ظل انتفاع الاحتمال العسكري يبقى السلاح الاقتصادي نقطة الاستغلال الأقوى كون الولايات المتحدة الأمريكية ممسكة بالتجارة والاقتصاد العالميين يعني مثلاً حصار اقتصادي بيزيد من مفاقمة الوضع بوجه حكم عنوانه الأساسي اللي هو رئيس الجمهورية تمرد عليهم بيعتبروه فبالتالي أنه تفجير الأزمة بوجهه والضغط باتجاه تشكيل حكومة تكون معادي لأله تحاصره للرئيس مثل ما صار الوضع بالألفين وخمسة قبل نتنياهو أبدت الولايات المتحدة اهتماماً واضحاً بالاحتجاجات في لبنان محاولة تصويبها كانتفاضة على حزب الله إذ اعتبر السفير الأمريكي الأسبق جهري فلتمان في تصيح أمام مجلس النواب الأمريكي أن العام 2019 هو نقطة تحول للبنان وأن الانتقادات المستمرة والواسعة للنطاق للطبقة السياسية والطائفية وحزب الله في لبنان كسرت محرمات كبيرة أما مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شانكر فاعتبر أن المتظاهرين في العراق ولبنان خرجوا ضد حكومتيهما وضد التدخل الإيراني في شؤون البلدين أتى ذلك بعد تأكيد بومبيو دعم بلاده المتظاهرين لمناسبة عيد الاستقلال وفيما التركيز على النفوذ الإيراني يرى واكيم واقع مغايراً في ظل صولات وجولات لمسؤولين غربيين على مسؤولين لبنانيين هوني في محاولة للضغط تحديداً لمحاصرة حزب الله بحكم أنه هو حليف لإيران وتغييب عناصر أخرى وهي حليفة للولايات المتحدة وتدار بتعليمات الولايات المتحدة طبعاً هني بيحاولوا يعملوا انفلتريشن أو تغلغل عبر عناصر هني بيمونوا عليا بلبنان وللأسف أنه نحن ما في عنا رقابة على تمويل المنظمات والجمعيات أو الأحزاب مثل ما لازم يعني إذا بتطبئ من أين لك هذا ثلاثة ربع طبقة سياسية أنها بتفوت على الحبس وبدون قانون محاسبة من بدأيك اليوم هو مقواطئ معهم؟ بتبال شيء ثلاثة ربعهم بالحكومة يعني الأحزاب اللي عم تقطع طرقات أما المتظاهرين في استحاد فيجدون أنفسهم محصنين تجاه أي محاولة استغلال خارجية هذا بشوف ما بيعنينا لأنه نحن وجودنا محق اليوم الاستغلال ما بيأثر على مجموعات الحراك لأنه أكتريت مجموعات الحراك بين ساحة الشهداء ورياضة الصلاحية مجموعات للكوى الوطنية المقاومة من جبهات مقاومة متعددة أحب بواجه تحية لكل الشعب اللبناني أنه يفهم ماذا الموضوع ما حدا حيستغلنا إلنا نحن أحرار ونزين كلماء لكم بس يعني بشكل فاقع مدت أمريكا يدها لحليفتها إسرائيل لتدمير لبنان اقتصاديا لتبقى العبرة في حنكة الوطنيين من سياسيين ومواطنين لالتقاط الفرصة وانتشال لبنان